السؤال اللي بعد كده سؤال بيقول ايه؟ بيقول ما حكم حلق الشعر للرجال والسيدات السؤال ده ينفع يكون من واحد بيشتغل كوافير رجالي وحريمي او واحد يكون بيشتغل او واحدة بتسأل على انه ينفع ان انا احلق حلقة الرجالة ولا احلق ولا رجل يطور شعره ويخليه بنفس قصة الستات اولا لازم نعرف شوية كلام بس دار في القصة دي لو كنت انت حلق او لو كنت انت كوافير فيجوز ان احنا نحلق الرجل للست فحلق الشعر بالنسبة للست او الراجل يجوز مدام الحلق ده ما بيوصلش الشخص الى انه هو يبقى كأنه متشبه بالرجال او متشبه بالنساء فيجوز وبالعكس حلق الشعر ده قد حلق الشعر ده من السنة بالنسبة لرجال والسيدات لانه قد يكون من اكرام الشعر من اكرام الايه؟ اكرام الشعر يعني ايه من اكرام الشعر؟ من اكرام الشعر ان انا اخليه زينة فحلق الشعر ده قد يكون زينة ولذلك المصيرين دولة الوزازة قوي ويعني فيهم خير كده وفيهم نور احنا عندنا زمان كنا بنسمي الكوافير اللي اضطروا ان هم يسموا كمان حلق الرجالة يسموه كوافير كانوا يسموه الميزين لا بحد يقول الميزين ده يقوله ايه ده؟ كان كلمة الميزين بتبين ان الحلاقة جزء من اتباع سنة رسول الله اللي وقيه الزينة ان حلق الشعر ده تنوع من انواع الزين فستكوننا بنسأل على حلق الشعر الرجال والستات فنوع من انواع الزينة اللي راجل بقى اللي بيحلق لهم ده ياخد عليه ثواب ياخد عليه ثواب ان شاء الله بالشروط اللي احنا قلناها في السؤال ده